أكثر من 620 لبناني مفؤودين داخل السجون السورية حيث وثق وجودهم منهم من قد يكون على قيد الحياة ومنهم من قتل هناك تحت التعذيب نستذكرهم في اليوم العالمي للمفؤودين ولا يزال النظام السوري حتى اليوم ينكر وجود أي لبناني في سجونه بعد عام 2008 في جتة كانت عم توصل مش من زمان كتير على لبنان من ناس كانوا قايلين أنه مش موجودين عندنا في معلومات وردت بالتواتر بأنه بعض الأسماء موجودة بأقبية السجون السورية بعتقد بأنه هذه ورقة بالنسبة له بيقدر يستعملها بلحظة معينة بالاستثمار السياسي اللوم لا يقع على الجلات لأنه نحن بنعرف النظام السوري بنعرف قديش عنده صولات وجولات بالاضطهاد بالظلم بالقتل بالتعذيب بالخطف بارتكاب الجرائم بالتفجيرات لكن اللوم على الدولة اللبنانية رئاسة الجمهورية لم تحرك هالملف بالرغم من ارتباطه بمصير مئات العائلات اللبنانية في جنود في رهبان تم خطفهم نهار 13-30-1990 وكان بالتالي من باب أولى على رئيس الجمهورية أن يبحث هذا الملف ليش ما بيبحث هو بعتقد أنا لا يجرؤ على بحث هذا الملف لأنه النظام السوري يرفض حتى اللحظة البحث بهذه القضية الإنسانية بالدرجة الأولى قبل ما نحكي عنها كقضية سياسية محفوظ وفي وقت سابق كان تقدم بمذكرة تتضمن معطيات جديدة عن ملف المعتقلين فهل من يسمع؟ تصرخنا أكتر من مرة منظمات دولية صليب الأحمر الدولي الأمم المتحدة مجلس الأمن وجهنا كتب لكن حتى اللحظة لا يوجد أي بارقة أمل للبحث أو لإعطاء معلومات حول هؤلاء بعتقد أنه إذا المجتمع الدولي ما تحرك إذا هذه القضية عبسا أنه حاول لأنه لا إمكانية لكشف مصير هؤلاء خاصة بظل ديكتاتور اسمه بشار الأسد على رأس النظام السوري لا تحرك السلطة أي ساكن فيما يخص ملف اللبنانيين في سوريا فمنهم متورط ومنهم من يحاول تسييس القضية قضية لبنانية وطنية بامتياز